قصتك انت اليوم قاري عليهم منت؟ منت على الرابع؟ بس شارفة النعناع يبي شاي النعناع يقول معاليد شارفة الرابع؟ يننجح أحد نحن لدينا الرابع يوم؟ بوين ينجحون ينجحون ويهدد لهم يقول لك حمام لأشوار ونبوحيات لح تقول لك أبوين جرنسين يقول لك سحب ومتسحق ماذا الحلول؟ أعرف دي أقصد من؟ يقصد غيري أعرف دي أقصد من؟ يقول لس اسمه يحلون عليك أسمع أول بس أحبوتي بأسكم الله سحبني ماذا الحلول؟ ماذا الحلول؟ ماذا الحلول؟ يخدعني على الله و الله اليوم الوحش شاهدنا محوش تلعب لا يا غانب لا تقول لهم محش ماذا الحلول؟ أعرفكم بأن هذه الوحش الذي شط وهذا تفريخ ماذا نقول لك خلط أنتوا حين قلتوا وحش لا تقولوا موحش هذه الوطيور انخلطت الآن التفريخ أنت تقولوا عن الوحش أنا معاك لو الوطيور الوحوش لا لا ما عليش لو الوطيور الوحوش اليوم الشوط قرانيس حرام لكننا خلطتوا الطيور كلنا فيها مثل ما قال زامل فيها تفريخ ليه بالحين يقول لك هاي تفريخ وفيها وحش اليوم لتيام من 22 الأول وال 26 العاشر أعتقد لتيام جدا مناسبة لا يوجد هواء والطيور المخلوط معها تفريخ أنا لا يقال للطائر الذي شط هذا تفريخ والطائر الذي لم يشط مناسبة؟ خلاص لا تقام العظيم أنا عشرين على الهواء هذه العصار الشمالي محمد الراشد يعني بطل وتحت الوسيل وسيل الثاني بعد أبطال الجيلات جابت 18 وهو أقوى نقطة الاختلاف أني أنا من وجهة نظري أنا مبارك أنه من المفترض أن الداعي بهو يروح يكون وراه بهو ما هو وراه أي حاجة مثل ما قال سيف؟ هذه نقطة النقطة الثانية لابد نحن نشوف حل جذل للشي هذا وهو الأفضل تعامل مع الحالة؟ نحن نتعامل مش نحن نقول لا اليوم سكر في هذا وافتح هذا شد انتباهي أنا شفت شباب بسخار في هذه الليلة المسابقة اليوم محمد المعيمي محمد الكعبي وسعود المعيمي شباب نموذج يعني وهدف من أحداف المعرضان اليوم شدنا التجسد خلال هذه المسابقة ومسابقات الدعوة وكذا طير عندهم أشبه؟ أحمد الخاطر شوفوا ماشاء الله ماشاء الله روح المنافسة الله يبارك لهم روح المنافسة خلتهم يتخلون عن مسابقة المقامة لهم وراحوا بها المسابقة كبار أحمد لخليفي هذا واحد ايضا من الشباب اليوم اللي شاركوا في هذه المسابقة المسابقة الهدد بالتحدي يعني نوعنا لكم اليوم شفنا نماذج في الدعوة وفي الهدد هذا ابو محمد انا حاضر عندي اليوم والله العظيم بدون شعور جيت حبيت رأسي قلت على الصلاة يصلح كذا انا شوفني بعد بالتصوير موجود نعم تتداولون مع بعض ايه طيب اذا شفتت مين نعم تتداولون مع بعض ادري الدنيا خربانا ايه 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 ان شاء الله ان شاء الله اخذها بالاخر تحليل ايه ايه احبت منك التحليل ايه شوف شوف لا بحضة شيء حظين يا ابو محمد ودعمكم بحضة الاول في التأهيل اليوم انا ان هناك شيء حرف خرباني ينشدني يا ابو ناصر ايه ينشدني لا جده ها ليش ايش لم يكن ليش لماذا لا يوجد شيء؟ أطالك لماذا لا يوجد شيء؟ لماذا لا يوجد شيء؟ لماذا لا يوجد حصاد؟ لا يوجد سدون الله يسألك يقولون يقولون بكرة أمس لم أجدت أوروك تكون وقربت أين خشمك؟ وبدون نظارة وقرأت ستين ألف أسر ما رشح أدوانس؟ إن شاء الله لا لا نرشحك لا 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 نرشح رشح أمس؟ لا نرشح أمس حتى الخاتم كان بيعطي نظارة علي ومريض اليوم ماذا أعطى؟ هو أعطى أحبة حمراء ماذا أعطى؟ ماذا أعطى؟ أين طاير؟ اليوم الصبح تقيت على أبو بخيت قلت على أبو بخيت أنا أحس بجهد قال لي عليك بالنعناع نعناع جيد عليك بالنعناع قال لي تطوحة بمي حار صحيح؟ فلو عندي مجال شرحت خليت نعناع لم أخذ؟ لا والله الآن أعطيك موجود النعناع جيد النعناع والفكس بعدها جيد هذا حق علاج الرداد حسنا أنت تمشيت مع عبدالله فاخر تعطيت أليمات أعطني طلق طرح ما تغيش؟ ما تغيش؟ أنا أقول لك أنا أقول لك نحن نتقلنا في البداية باقي 15 مجموعة وأقول حق الأهل الشواهين لا يتحدىكم أبيت ما عليكم منها خالبينا خالبينا السنة أكيد؟ مئة بالمئة باقي 15 مجموعة أقول لك نحن نتكلم من 15 مجموعة أقل لثلاث أربعة سيف نتكلم من 15 مجموعة نتكلم من 15 مجموعة أقول لك نتكلم من 15 مجموعة ونطلع ب35 مجموعة أخاهم كريت تعطيت توصيح ولا غريب على أهلناها الكويت مشاركتهم مع أخوانهم وموارتهم المنصرية وكتبتهم مع أخوانهم حدثنا نشوفوا في الحاجة يا رشيدي مرحبا بالله بالكويت مرحبا بالله بعيال أبونا الصباح والله لي مرحبا جمهورك كلهم القطر معك غلبا وغالبا كلهم بيتردون ويكبونك ماكفي ماكفي يا رشيدي ماكفي لا إن شاء الله بكرة إن شاء الله ثنتين ثنتين الصيل ثنتين رغم 12 ورغم 13 فريغة يوتا ورغم 13 حمد ربيع حمد الصوابر من الكويت بعص الله يوفقكم جميعا شاء الله أربعة أربعة خمس بو ناصر بارك بو ناصر الله سلمك أنا برشح لي سبعة الصلاحة وإذا ما صادوا بمتعونكم إن شاء الله سبعة 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 لا برشحهم بس إذا ما صادوا بمتعونكم كم الرقم هفني الرقم الصيل إن شاء الله ترغم ها حجب صايد ها ما حجب صايد مربيعة مبارك يستانس على كل مربيع حضاق بواتي وإن فطلس ها حضاق بواتي وإن فطلس ها حضاق بو الله ها حضاق بو الله ها حضاق بو الله شوف أنا أرشح كم كم عطني الرقم كم اللي بيسدون بكرة اللي بيسدون الحمام اللي فيه كم أعددهم أنا بحسب لأ أنا بحسب شوف كم التوقع بكرة توقع لدي السدون بكرة ماذا؟ تنتين، أعطني سميني لماذا أعطني سميني؟ لا، صح لماذا؟ بربين فهد بن عبدالله تعال، بعد عندي تعال لا، 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 لكويتي، لا لا، لكويتي، 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 لكويتي 13 13 مع أهل الكويتي، من غير ما نتكلم بس، فيضلوك ماذا؟ حليل؟ الشوان الشوان بس واحد؟ بس موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وقاتكم بكل خير يا متابعين برنامج العنة في كل مكان يعذروني هالمهرجان ويعذروني ربعي وخواني هالعنة أحب أني أبدأ بهذه الحلقة بأنني أبارك للمنتخب العماني نقول ألف ألف مغروك للمنتخب العماني فوزهم بخليجي 23 ونبارك لجلالة السلطان قابوس بن سعيد والحكومة العمانية الرشيدة وشعب السلطن الأصيل جدا 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 هذا الفوز الغير مستغرب وهارد لك لإخواننا أهل النمارات هذه الكورة فوز وخسارة ونقول لشباب أو نسميهم وحوش بل ذهب السلطنة من جدة وجد ومن زرعة حصلت هاه والمسلمي كبر الله أكبر هاه يوام الله يوام شميت باسمك يا إله يا فرض صمو صلا تغفر ذنوبي في الحياة أطلبك رب العالمين صبياني أكبار الشيام هاي يواب الله يواب أحيوا معانا المنتخب ليسمعته فوق السحب عند الثرية من تسب ثابت وعزمه ما يلي ينصب يعني أكبار الشيام هاي يواب الله يواب يا منتخب نالك قدر غالي وغالي كالدرر نستقبلك بدو حضار بورد جوري وياسمين صبياني أكبار الشيام هاي يواب الله يواب هذا العماني لعزوم بايشتهر وقت اللزوم يا منتخب نالم حشوم تبقى على طول السنين صبياني أكبار الشيام هاي يواب الله يواب أحييت باسمك يا إله يا فارض صمو صلاة تغفر ذنوبي في الحياة أطلبك رب العالمين صبياني أكبار الشيام هاي يواب الله يواب أحيوا معانا المنتخب ليسمعته فوق السحب عند الثرية منتسب ثابت وعزمه ما يلي ينصب يعني أكبار الشيام هاي يواب هاي يواب الله يواب يا منتخب نالك قدر غالي وغالي كالدرر نستقبلك بدو حضار بورد جوري وياسمين صبياني أكبار الشيام هاي يواب الله يواب هاي يواب الله يواب مبروك مبروك يا أهل إعمان تستهلون هذه الفرحة وكل هالقطر يباركون لكم بهذا الفوز الغير مستقرب واللي فستو في حقيقة شفنا هذا الجيل الصاعد الجيل الشباب اللي يبشر بالخير إن شاء الله بإذن الله راح أقبال ما نشوفهم في البطلات الجاية مع هذا المنتخب الأكثر من رائع نرجع معاكم لأجوانه أجوان مرمي وأبدأ بكلمة اللي طبعا لم ينجح أحد هذه إحنا سمعناها للمرة الرابعة على الثواري أنا أشوف أن الموضوع محتاج له نقاش يعني نقاش عميق القصة صارت معقدة الآمال والأحلام تبخرت وحتى في ما يخص توقعات الرابع في العنة أيضا لم ينجح أحد حمام فخره سبب إحراج وإحباط وصدمة للشواهين المجموعة الخامسة شارك فيها 24 متسابق من 34 ولكن حالهم حال المجموعات اللي قبلهم المجموعة الثانية والثالثة والمجموعة الرابعة الخلل وين وش هو السبب راح نرفع أو نرح يعني نناقش معاكم هذا الموضوع والأجوبة بجيكم بعد ما انشاهد منافسات هل ادعوا في مسابقتهم بفئة قرانيس الحرار للمجموعة الثانية والعشر متاهلين اللي سجلوا تهمات جيدة صباح اليوم في المهرجان الدولي تاسع للصيد والصقر نص وهيج على أوقه والسيد شامان الكحيلي فرخ ومرخي له اسبوقه أسود وسمي أبو ليلي شاهين فرخ وانا شوقه أقطم ومنسف الجبالي أقلط ثنادي ومنتوقه ساوى النوايف مع الذالي كبرى المناكب ومفهوقه جبر وغيب وقوي حالي أرض أضبه ومعتوقه أخرى عين له ضليلي يا حي شوفه مرفوقه يازين وجه مع سهالي عابر مع برقة بروقه صاد ومكر طرف سالي روز أعده ندر سوقه قالوا مزاد بل صليلي هبوا زبونه مع شوقه وزاد الحبان له الكالي خذناه والنفس مشفوقه واثلى طبعه مع الشالي مطفوق والعين مطفوقه قضعه على البرق وخبالي يلحق ويعجبك بالحوقه ما شاف عينيق الوالي نبغى هداده ورى لوقه ولا العماره على عوالي ولا في مرمي مع الدوقه نذخره للقرع والعيني ثم زواج الوذاق موسيقى 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 اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد ويسعد لي مساكم جميع موسيقى 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 ربع موسيقى الاخوانا طبعاً اليوم كان عندنا دعو قرناس مجموعة ثانية مبارك الاخواننا العاشرة المتاهلين مع أخوانهم العاشرة والله يوفقهم إن شاء الله في اليوم الختامي في الدعو الختامي للدعو طبعاً نبي نشوف إياهم موضوع الاسناح والميدان ميدان؟ ما خلاص؟ جيت تمانا من صبح اليوم خمس حلقات بميدان واسناح ايه والله تخبر نحن نشوف لهم الصالح إن شاء الله ونشوف لهم اللي يعني اللي خليهم يجبون نتيام أحسن ما سالت معاهم مش قلت لهم مش قلوا لك الربع؟ والله خذنا وقت وقابلت أغلب إخواني يعني هال الدعوة اللي متخصصين خاصة في الدعوة بعد سمعنا من الجميع عراهم توصلنا وياهم إن في النهاية يعني ظهرنا في الميدان أخوي أبو سلطان كان بعد عندنا ظهرنا في الميدان هدينا عقب الهدد الطيور أغلب للطيور ما شاء الله كلها أمورها طيبة لكن قالوا إحنا يعني نتمنى إن هذا الحاجز نخلي عليها تور فإحنا ضحينا بإعلاناتنا والمحلات هذي فأشركنا المكان اللي حين جاهز كلها تور نسناح بنانا على رغباتهم يعني إحنا بكرة بغادي كامل إن شاء الله يعني بكرة هي التجربة الأولى بناها على رغباتهم طبعا مثل ما شفت اليوم تيمات عالمية بالنسبة للحرار ممكن إخواني الهواء مو بدابر لا ما كان دابر الهواء كان معترض يعني الهواء كان غربي من بعد أظن التسع رد شوي غرب للجنوب شي بسيط لكن ما كان بهواء يعني ما كان فيه هواء قوي هواء مول خفيف كلش الطيور ما شاء الله أدت عدا جيد طلوع بعض الطيور ما شاء الله مثل ما بتشوفها الحين يعني كنت متابعة أنا عن قرب طلعت وهي شايفة ومورها زينة بعض الرابع قالوا إحنا توجهنا صوب لإسناح البيج يكون أفضل لنا يعني أول ما زواها لمكاوني خليفة نعم واجهت خليفة من ضمن الناس بعد سؤلفنا عن الصافق اللي كلا الطير ما قصته صافق؟ حتى أنتم مشكلتكم ومشكلة اللجنة صافق لا ولله لكن في بعض الطيور اليوم طير حق جاسم أظن بعد ما ظهر وهو طير قرناس معيد عنده على كلامه وخاطر عند قلت صافق وضحكت حتى الجمهورية بيعرف أنت ليش ضحكت يوم قلت صافق لا إنه كلا صافق وما شاف الطير وسبب اللجنة؟ لا لا إن شاء الله لا اللجنة اللجنة مالها إن شاء الله اللي بيعض الويها الله يبيضوا جيه وإخواننا مالهم إن شاء الله اللي يرضيهم والأمور كلها طيبة مثل ما أنت يعني مثل ما أنت تأكد طلال وإخواني تأكدون أن نحن في خدمة أخواننا في كل شيء يبونا يعني الإسناح وخلصنا من مشكلتها بكرة إن شاء الله إن شاء الله نحن كنا بنغيرها اليوم لكن تخبر المجموعة الأولى بدأت بنفس الإسناح فخلينا المجموعة الثانية بنفس الإسناح ندور مشكلة ثانية نعم لا إن شاء الله ما بالله الخير طبعا الأخوان كلهم دعوا خاصة المحترفين ما شاء الله عليهم دعينا جميع بعد ما انتهت المسابقة أعتقد أنه كان أدال الطيور عجيب طيب معلومة جاتني نعم يقولون بخاتم سبب غيابة أمس الطير رام سابعة اللي رشحه اللي جاي ترشيحه من عطارد والله يا أخوك الطير طير أخو عزيز علي وجاي صحيح وبعيد هو حايم متخبر لها أسبوعين حايم ويوم نضرب الوصفة عطارد إنه من بعده يعني من بعد الرجال وجاني المسج متأخر وأنا نسيته الله يمسي بالخير وعبد الله وطير أدى أعتقد أداء زين لكن شابت ما قصر السنة طويلة هنا طويلة تشيل شوف واحد هنا من الرابع الشماليين يضحك واحنا أقول من حظ اللي حظه ردي يحول ويا فريقتي وده في نفس اللستة جي في نفس اللستة طيب الدكتور على فكرة لغب مبارك الناصر النعيمي الدكتور صح؟ الله يبارك فيك إزاك الله أعتقد إنه دكتور وطيار إشتاه إزاك الله إذا ما خاب ظني صح أو لا عشان ما ستتأكد المعلومة وناصر طيار إنعم طيار طيار مدن من هالعمال يزميني الدكتور إشتاهل مبارك له عيب الله وابارك لهم حال السلطنة من من العنة ورب يبارك لهم إن شاء الله ويفرحهم يعني من اليوم رايح نسميك الدكتور في عنا إن شاء الله الدكتور طيار أعتقد صحيح يا بو ناصر ترى بو ناصر طيار يا إخواني ما شاء الله نعم بو ناصر كلمني عن الدعو الدعو والله لكن كان بتسوق منه طيار والله تابعته مانا وناصر برجك على ما تمه كان بتسوق منه طيارة رمعنا براكم معك لا 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 السلام يا دكتور يا الله يسلمك ساعتنا الدعو ورب يبارك لهم إن شاء الله ومبروك للمتأهلين والله يعوضوا إن شاء الله اللي ما تأهلوا في الأمور الجاية وأمورهم طيبة يعني شفت دعيانهم وأمورهم طيبة لما المحترفين منهم طيورهم ما شاء صح أشوف بعضهم يعني يمكن يعني طيورهم خلاتي سار ولا خلاتي مين ولا ارتبعت هذا من الطير نفسه يعني طيب خلنا على أساس أننا نعلق ونشوف صور المتاهلين العشرة عطوني من العشرة عندك منعصة الدكتور التعليق لواء عليك الطير لواء عليك أبشر فيصل خالد فراشد الجبر نعيمي ما شاء الله عليه تبارك الرحمن هذا ناصر المتأهل العاشر ناصر اللي بيهد ناصر صاحب إنجازات وصاحب بطولات كافو وحدد طيب 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 ومسار الطير بعد زين سعيد قرب من القاع في الطير ويرتفاعها ويرتفاعها تدفعها جميلة ويرتفاعها جميلة وربي بارك لهم شيء يمكنك أن تدفع طير فيصل من خالد الراشد ما شاء الله ما قبضها للسانسر ما قبض السانسر ما لديك ابو خاتم بالفتو فنيش ٢٠١٨١ نعم يعني اللي ياب 21 مع الرابع برع هنا عندك يا بن جميلة هو نفسه هو فيصل مخالب الراشد طبعا بطل رجال يتعب على الطير و رجال يعطي الطير مساك ورد الله يمشيك بالنور مرحبا طالعا الحمدل على السلامة الله السلامة طبعا الطير حين يحقق هو نفس رعيه العاشر ما بعدعها و نفس الرقم 22 نفسها تجهزها واحد و ترتيبها واحد و مستواها صدفة أم لا تدخل بالنسبة ل لا 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 طير قبل قليل صراحة مساره كان هذا نفس مسار الطير قبل قليل لا 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 ممنش مسار لا لا غير هذا سبحان الله هذا طوّر قليلاً لكن يجرب على نفس الطير هذا العاشر لا لا هون أفسد نفس المسارة هذا سوف تزيارك نفس المسارة صح نفس المسارة صح لكن الطير لا لكن أقول لك سبحان الله حتى المسارة عيد اللغة ونفس الشيء عشرين واثنين وثمانين سبحان الله نفس التيم محمد النابط عندك أبو فهد أصدارت طيب ما شاء الله تبارك الرحمن أعتقد أنه أرتفع شوي نزل الأرض شوي ما شاء الله تبارك الرحمن وطيارة جد كدن طيب الضيير هذا الآن أعتقد أنه صار مسارة أظبط ونزول الأرض أحسن ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن أعز الله طيام طيب فنان اللي يدعي هذا مش ليش؟ أقول فنان ما شاء الله عليه ليدعي لأنه من طلع الطيره يركض على الخلف وراء لين تعدى السنسر بعد ما تعدى السنسر وقف الداعي بيظل وجهة سراحة سواء كان من عيانه ولا عامل ماذا تفرق؟ تفرق الطير يعطيه قوة أسرع الطير لما الرجال يعود بسرعة يخاف انه يشتمن التلواح يروح منه والداعي جزء مهم فيه إذا حذف التلواح برد يعني حذف للتلواح صف الطير صف الطير هما يبيه صف يبيه على نفس مساره لا يتعدى السنسر الداعي يتعرف طلال يوفر جهد حتى على راعي الطير ممكن هو يتصرف حتى لو تعطى الجهاز أو شيء هو ممكن يتصرف الداعي ويجيء ويجرب بعض الطيور يبعد عن السنسر هو الداعي نفسه يرده يرجع على نفس المسار حتى يقدر يرده على المسار إذا شاف الشط أو شيء يعني لو تعطى الجهاز أو شيء إذا تيامن الطير الداعي يتيسر عشان يرده وإذا تيسر تيامن الداعي لكن أنا أتمنك ترجع ترجع اللقطة بس هذه حقتها ترجع لي اللقطة محمد ماذا هو عامل أو واحد من ملاكن الطير بيض الله وجه سواء كان في الحالات كلها محتر أقصة الداعي محمد بيبين بيبين ثم نسمع صوتك بأشعرك شوف ابو محمد شوف 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 ايدي احترق لداعي شوف 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 يركض على وراء را شوف ما وقف كلش أبداً تعديم السنسر بعد ما تعدى السنسر وقف الرجان شوف خلاص وقف بعد هدا دليل من المسافة محافة الحاجز شوف وين هو وين ما شاء الله علي المهم في الشغلة أنك ما يتوقف التلواح ما يوقف لأنه مجرد ما يقط التلواح على الأرض يصف الطير خلاص اللي عقبها سابعة طير سابعة يوتا عندك يا مريكة يوتا مبارك حق والدنا أبو حمد بسعيد على هذا الطير ما شاء الله علي طير أولت خلوي رائعي راكد لا لا مهبو خلوي لكن عندنا من عدف ما شاء الله علي ستار طيب ما شاء الله ستار طيب وقابض الترابج ناحها قوي سأل الله يبارك حقبونا أبو حمد يستاهل الطير يستاهل النجوز ما شاء الله علي كم وقته 19 19 20 25 لأنه عنده واحد تظنى 19 طير داي عرف السنسر يوم طاف السنسر برد طف ما شاء الله 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 في شيء في أبو حمد هذا قد مات قد مات ذا السنة مرتين والله يا ربع دعست الشيارة وضرب العام ما شاء الله لكن الله يسلم الله حافظ الله الله سترى عليك عندنا بعد أي طير السادس السادس من طيب أهلال سعد أهلال إبراهيم المهندي هو المتأهل السادس عندك يا خليفة هذا طير أهلال واللي بهده أحمد محمد النشوي مطيور اللي صار لهم فترة هم مجهزونه والطير هاي في ميزة أنه ما يروح سيدا لنضرب الهواء يعني أصفق الهواء في جنبه ليسا لو من واحد كان راح يسار لكن اليوم توفق الطير وتأهل وراح في البسار الصحيح إن شاء الله أنا طلعت شفاداء من يوم طلع من يد أحمد ومن يوم أخذ البسار الصحيح ونفس الأداء تفاح على الأرض حلو صحيح الجناح حلو جناح طيب هادي أنت تعليق تعليق على التيمات بس بنرجع اليمن بنخلص الرابع بس اللي تأهلوا اليوم بارك لهم هذا التأهل ومن ثم راح نتكلم عن التيمات خاصة الطير أو المتاحة للعاشر والتاسع هو نفسه رائي هو نفسه والطيور جابت عندها 22 لا تاسع ياب 20 8 2 82 82 وكما تختلف الأجزاء الأجزاء نعم بالألف واحد ثمانة جزاء بالألف أحب نعم ثمانة جزاء بالألف نعم الخامس ثيوتا أعلق علي أبو أسعود أبو أسعود أبو أسعود قامو أبو سعود أبو أبو أعطني أنا أنا مريقاً أنا أعطني وجه أنا بدأد سعيد طير يلا فرجت يوتا عندك مرحب أبو شايف الله يرحب أبو نفسي الله يصادق الشباب الشباب شوف الطير راكد والصقار راكد هذا مهم جدا في الدعو في كل شي هذا عامل مهم جدا شوف ما شال الله كان أفضل طير طلع للان الطير هذا مسارب جدا جدا وارتفاعه على الأرض جدا ممتاز ووقته ممتاز ووقته ممتاز ووقته ممتاز عشرين ستعاش ما شال الله كان الله يبارك بطل أبو حمد بطل وفريق تيوتا أعتقد أنه السنة ما شاء الله عليهم لهم صلاة وجودات والله يوفقهم باقي بس فخروا ولا لمول باقية بس جايب 19 و 78 بس هذا توقع أنه الثالث أنت الخامس فريق تيوتا هذا الثالث أنا أتوقع أنه الثالث أكيد على حسب كلام الشباب بجي نشوف اللي عقبة اللي عقبة ناصر محمد ناصر ناصر محمد اللي رقب ما أربعة ناصر محمد الجبر الجبر نعيمي الرابع زامن ناصر من الأبطال اللي لازم المنصة يخلو له مكان فيها لازم والجبر داشين بطيور طيبة مسار الطير طيب قلت لنا عقبة نتكلم على اساس الاتماد مسارة طيبة شوف الرجال وين على الأسناح شوفه على الأسناح البيت ايه مصادة السنسر مصادة السنسر بس الوقت عنده خاطر ساعة عشر ثماني وين على الأسناح نعم صحي ساعة عشر ثماني وسبعين سبعة وثماني طريق تيوتا عندك أبو سعد مركز الثالث خيبنا الله يطول عمرك أبونا و أخونا الصغير هذا الشيح الشيح نعم مرحبا بدأ الشاي مرحبا بدأ الشاي أقول مرحبا بدأ الشاي الله يرحبك أبونا أعطل علومه علومه هذا الطير استلمى من عنده أبو حمد وكان وكان هذا الصافر واستلمى أبو حمد استاهل وكان مع مشكلة هي خشمة مع السدد تنازل الطير ولكن زي نهدد الأداء صراحة ولقمه في ذمان الظاهر أن هذا الصافق هو أعطاه دفعة الحمد لله رب الله لكن الطير هذا صلاة وجولات في ميدان مرمي لأنه قد جاب العام نعم تيم ثمانطعش الحر الوحيد اللي جاب ثمانطعش هو أنا لاحظ شغل على أبو حمد الطير لولي ما نسرة اللي يدريك أن الرجال يعرف طيوره اللي لا نسرة مول كلش رفع أي أداء فس وظهر الطير أنا قلت لك ثمانطعش هو الطير طيب عشرين يحصل 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 خطأ هذا القمر ناصر محمد ناصر جبر النعيمي عندك يا أبو سعيد عندي أنا طبعا ناصر محمد بطل من البطال وأكبر دليل أنه متأهل لك من طير على معتود مع الربع طيرين طيرين فطيوره معروفة صراحة لأنها ويف روخة انجزت ولا أحد ما شاء الله عليه مساره طيب ما شاء الله عليه هذا الطير ذا ساعة فرع بحد ما شاء الله هو الطيورة مختلفة أنا أسبب تابعتي له يعرف الطير طيور ناصر بعد ما قبض أن الطير عنده في بعض الطيور من طيورة يناسره ويقب برقعة ويرفعه ويشل برقعة ويروح ويضعه على طبع ما يحتاجه طال ما شاء الله الحمد لله محلول لأموره ما شاء الله هم مصالح القامرة عندك بخاتر طبعا كان ودي البداية لعادة جدا أنا بنعيد يعني علي ما شاء الله الله حفظه ومحمد بن صالح طبعا غني أنا التعريف وصالح الله يمنسي بالخير الطير دائما مسكت ومثل ما تشوفون التيمة مسكت واللي هادة يعني صراحة مسكت هدد يعني أنا أتكلم عن هدد الطيور واكدة ما شاء الله تظهر يعني حتى كان الهوى معترض شوي هو بسيط ما كان هوى قوي لكنها تظهر وهي يعني حتى ما يروح شوي يمين شوفها على خط الموتر على خط القريدل هاي اللي ضار بالمكان ما شاء الله تبارك الله يبارك لهم بخيرهم شوية أبو خاتم شط بصير شوف هذا اللي عادة شوف 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 لاحب مش قلتها صف صف بدري صف بدري صف بدري أول ما تلوح كان قاعد عين الطير عند العامل أول ما تلوح طار الطير هذا يعتقد قبل السزن الاحتراف احتراف وأعتقد الرابع كل طير لها عارفين نفسه ايه عارفين نفسه لها طبع ايه وشي ينسرونه وشي يرفعونه وشي صحي طبعا أبو صالح شوف صف بدري تراه اللي مقدم دعم الطير الخامس اللي يخذ الخامس اليوم طيره المنصور اللي يفايز دائما في ميرمي وفايز في البطولات الدولية وفي قطر مقدم دعم الفريق تيوتو وتأهل اليوم والله الحمد مع أنه حاذف للعلم الطيرات أقمعه ثلاثة وثلاثة وثلاثة هرجك على متنمه حمد واللي أسعدني صراحة وحمد الله يحفظه يطول عمره يعني طيور كلها اللي هدها هدد بتمكن من واقع خبره يعني كله طيور لا اللي فاتت ولا اللي لين اليوم شفناها ما شاء الله كلها هدد راكد وأعتقد أن الإسناح يبي لخاصة المنافسات هذه القوية يبي الواحد يدخل مريح شوي أكثر أبو صادم ما يكون متحفظ أنا حق ما به الرجال اللي يروح يتمدح هو هو مو بصحيح من طيور ذي أنا كان مكنسلها حنا يا جيل الشباب اللي تعمل طالعين ما نبغل عبالة زايد وهو الله يحفظ قال خلصته قلنا خلصنا قال طيور أبوي أخذها في في أقل من 25 يوم وهذا أداءها ما شاء الله الله يبارك الله يبي وجهك أبو حمد يخليك أننا دخل الصحة والعافية أبو حمد واحد من الجمهور و المتابعين مطرش لي مسج يقول مساء الخير يسأل ليكم كلكم يقول اليوم الهواء كان دابر يا أبو خاتم اليوم الهواء كان دابر في البداية كانت سرعتها لا تذكر وبعدين احترك أكثر في نفس الاتجاه دابر فلذلك شفنا حتى الطيور اللي ما كانت انطلاغتها موفقة أو ما أدت الأداء المطلوب جابتها تيام قوية وبالنسبة لشوط فروخ الحرار بكرة بيستمر الجو نفس ما هو دابر مع اختلاف قوة الهواء عند الهبات وهنا يقول لي يفوز طير غير متوقع مش شرط يكون طير بطل بعامل الحظ و يقول تعقيب على اللي يقول الدابر في صالح المشاركين و طيور كلنا نعرف انه مش كل طير يؤدي في الدابر بقدر النظر وحش وحش او ولا تفريح من غير المسج بعض الطير في الدابر ها في الدابر ايه بعض الطير في الدابر يرفع مايروح على نفس مساره اللي هو يؤديه من اخر مايرو ترقى يرفع من غير مايقول المسج حنا نشوف التيمات و نعرف الدابر يعني هذي التسعة تعش لين عشرين العاشر عشرين و الأول تسعة تعش فرق لزا عشر احنا نعرف فهم الهوى دابر ندريب ان الهوى دابر وعلى ما قال نفس الشي وزاد الهوى شوي لكن مثل ما قال الكلام الاكيد اللي قاله ان الدابر ممكن حتى الابطال يظهرون يعني الدابر ممكن ما يؤدي البطل فيه ما يؤدي الطير ممكن يرتفع الطير يعني ممكن ما يؤدي كلامها مئة في المئة صحيح ممكن ممكن يطيح بعد صح ممكن ممكن يطيح لكن تعقيبا على كلام أخونا لهوى الله يسأل مكان جنوبي غربي مهو بدابر مئة في المئة مهو بدابر مئة في المئة ممكن كلنا موجدين بسرعة سابعة اليه العصر اي نعم او صباح تبيع عقل لو بغيت شوفه شوف العلم شوف العلم شوف العلم هذا العلم وطايع ما فيه هوا لو انه زاد فيما بعد من عقب التسع زاد شوي الهوا بالفعل شوف حتى لو الهوا دابر ترى ترى التمات هذه تونشنا حتى لو مشاركي شوفك للرغم بس شوفك للرغم الحالة يعني بسعيد ما نقول شي الرغم زين احنا ما نقول شي بس نقول دلائل ان الهوا ساعد لطيور من الاول لين العاشر ولا يوم جاك ناطح الا يوم واحد يوم واحد فقط احنا شنقول لك حتى الجيرات اللي قالت 18 كان الهوا مصايف ويدزل الجيرات احنا ندري طيب بسعيد لا بالله ما يدزل الجيرات يا مبارك تكلم ذاك اليوم وكل اللي تسابقه ودزوا ودزوا مسج قالوا الهوا مشايز مساعد الجيرات على ناتيب ارغام 18 على عين خانيا خدمة على عيني وراسي انت واللي يقولوني كلام هذا واللي طرشوا المسج واللي طرشوا المسج على عين والراس اما هذا دلجير الجيرات اليومين اللي هدوها كان الهوا قوي ومسايف قوي وضد الطيل ضده شلوه؟ ممكن شلوان ضده؟ ممكن شلوان ضده؟ شلوان ضده؟ الهوا معتض في وجهه ليه ما يعرف يعدل عمره؟ لا ما يعرف عدل عمره ليه العشان هتفريغ؟ لا مهم عشان هتفريغ لا خانيا خدمه لا لا تابعك لا تسفر الهوا يمطع خالي لنا حين يدوّر السامنة أنا دوّر عليك للشباي والله طلّع قدامك ما علي منك ما علي منك خير الدلال خير الدلال جرة الفلسان خانيا كمّى خانيا قال استوه اشتغيم وقال ما بأنا وياك يوم الهوا القوي الجيرات جابه 18 ما قلنا شيء اليوم ما في هوا خانيا خدمه لكن عقبها جابت 25 خانيا خدمه مالك لوه يوي مالك لوه مالك لوه الأول في الحرار الأول في الحرار ترتيبه لو كان مع الجيرات الثامن أو التاشر موجودة عني كلها في ديت خشمه اليوم ما في هوا الهوا كان في صالح الطير يعني أنا ما بيقول أنه مو بدابر لكن 75% أنا تريد تقول ما في صالح كيف مو في صالح اليوم الحرارة يوم طارت استعدلت في إثواني وروحت ما في هوا اليوم يا ولد ما في هوا شلوم ما في هوا سابعة هو اليوم اليوم سبعة سبعة عقب يوم الديارة يوم الديارة سبعة وعشرين سبعة وعشرين ما تسير؟ أنا خابر لكن الحين رضياليش يقول اللي طرعش رساله لطلال شكال ما قال زاعد الهوا ما ايش داتwe عينعا أول شي ما فيه هوا أول شي ما كان فيه هوا عضب زاعد الهو أنا Harajid يا أخوz هالل يخوي هذا طير عرف طير كيف كان فيهم جيرات الهوا لا ما ساعد الجيرات كيلو لا لا ساعد الجيرات عيش متط�مي على كلام خوش زpalمو يقولي الحياة وبعدين بالهوام شارعه ساعد نجمع الي جماعة شبراي你说 هتنوفت ساعدq السؤال الذي يطرح نفسه لك الجامد عامس عندنا تلغشتم لا 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 ماحكبين це بدها لاRR لا لا يفرضكم ان شاء الله عامس ي Partisseux قلنا تناولت فاريخ مضبوط اليوم حالكم؟ تتكلم يا جماعة أنا لحين أعطيك مثال الطير اللي يشطي مينة وراح إلينا ارتكز في اللجة في السبع وعشرين عقدة حالا قولتك ارتكز إلينا تعدد العمود بمرتين وعوذ كم تيمة؟ حجد عمري تحيب له تيم لو أنه وشه ما جاب تسعة عشر يا خي لا هو دابر يضرب في ظهره إلينا جابت تيم يعني ما أقوله الشي يدخل في عقل كم الطير يرتبع للارتباع ويجيب تسعة عشر ابو ناصر ما ي谢谢 يا حمد الله سلمك يا أخو اشتعوة مداب يا أخوي قدام العرب وقدام الناس وقدام الداوي أنا ما قلت مداب نقول لكم مشاعز الهواء أتقول دابر لي طول عمرك يا حمد مشاعل الهواء اليوم مشايز يا ريدي بسرعة هاتاقل بسي هاتقول لي دابر ندفها ودابر بسرعة هاقل حتى نزي أنا معك أنها أقل بسرعة هاقل لكن مشايز بح signed ومهم دابر بهم دابر دلوا مشايز أخي بقول إليacja للعلله فيه مشايز يا جماعة حد وبرك فيه مشايز سبعة وعشرين وفيه مشايز سبعة وشي اللي أفضل الطير مع سبعة أفضل الطير جعلبه كل جنة ما فيها واحدة خلاص انتهنوا طيب بسي ايش رايك اليوم مضى هوى ذرا الهوى كان مثل ما قال ابو سعود الهوى مشايز والسرعة السبعة يعني الهوى قربي جنوبي صحي وزاد عقب الساعة 12 داد شوي يمكنه نصلينا 12 قدم خالصين ولا عادم قدم خالصين لا قدم خالصين قدم خالصين سيف 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 حنا نتكلم الرجال تكلم الرجال يقول الهوى ذا وكل الأبطال اللي اللي دشه في الاسناح كلهم هذا كلامهم احنا موجودين معهم ترى هذا كلام الناس وانتم موجودين هناك في مرمي قال انا هدهت الطير اول مابا يابا 19 هوا خفيف زاد الهوى تغير التيمات يابا 20 وفارق بين الاول والعاشر يعني ثانية واحدة اللي انتكلم فيها ما تكلمنا في شيء سبعة ستة شيء هل يساعد الطير او لا يساعد الطير او لا يساعد الطير او لا يساعد الطير او لا سؤاله بس خلاص هل يساعدني الهوى لا يساعد الطير او لا قلت أهلك شيء في الهواء يوم الشيز قال صحيح الوسيل في الجير أول وثالث أول وثالث أول وثالث كلها يومين مشاهز ليس بيوم واحد لا لا يوم الثاني مناحر وين مناحر اليوم الثاني مناحر وخذه واحدة وشيني مش مناحر أول يوم كان قواني البناصر أول يوم بيور جير دابر مشاهز هواء قوي ثاني يوم كان جير تبع ومشاهز هو قوي نهر ثالث كان مناحر مناحر 100% هاي بس اللي موجود كتابة هاي رسالة جايتك احنا نتخ فيه كثير لا بس هذا البطل حنا واضحين فيك ما يحتاج البطل اللي فائز ما أخذ الأول يقول الهواء مشاعدني شيء شو ساعد الهواء شاعد يقول شو ساعدك ما تر عشان نفهم انا احتاج احنا صدقات جيرة منعرف وأكيد أن الهواء شو ساعده ومشاعد دابر ممكن يحسن أخير من مناحف طيب شو ساعد هاي؟ منظهر جير complaining ولا يحظر جير ولكني لم ت عود الطير الجاير قوي وكبير عود انت الحين تقول يمين بسعد راح يمين ورح يسار لا يجب ان يتكلم معك لا تقول ليش؟ ليش لا تقول راح يسار راح يسار اذا انا عود انا قدتلك بدايةك في شيء منها راح يمين وراح يسار الحين انت الطير لا تسمع ليش اقولها انا انا اقول لك يمين ويسار عود على الدعو اشبي غادي؟ اسرع السلام عليكم لكل الطيور سيقوم بإيشار لحظة فتايتك لنفهم لطيور كلها سيقوم بإيشار لا سيقوم بإيشار لازم أن الحواء إذا أصبح دابر لازم هذه لا يوجد لقاش حسناً شباب خليفة زامل زامل وخليفة الناس لا تسمع كيف نحن تتكلم؟ لا تتكلم تتكلم تتخلص وغيرك يتكلم على أساس الناس تفهم كابتن شكراً كابتن ساكت عنه كابتن فريق مخاتم كابتن فريق رأيك؟ رأيي أنا أن الأخوان كلهم على حق حطه في الوسط أخوان أنا أتمنى أنا أتمنى من أخواني المحللين أتمنى يعني ورجاء يكونون متواجدين يكونون متواجدين عشان يقدر يشوف الشي كواقع موجود عندك أنت لما ينقلك اللي ينقلك تخبر اللي يفايز ينقلك الأمور أحسن الأمور واللي ما تأهل ينقلك أسوأ الأمور وهي طبيعة في المحلل عطنا تفرق بخاتم عطنا تفرق بخاتم عطنا تفرق بنيم بكم موجودين أعتقد الجمعة والساب بكرة تفرق بكرة حضر أنت ما مقصر أقول بخاتم بكرة تفرق وحضر لحظة لحظة بس هاي اليومين أحيانا أتكلم ألا أسكتا نبي الخميس أحيانا تقولون لي تكلم لا لا أنت تكلم أنت قدمت لهم دعوة إيه؟ نحن نبي رأيك أحيان في هذا الموضوع أنا رأي يا أخوان الهواء هذا يعني انطلاقة الطير شمال صح أو لا؟ صحيح؟ صحيح الهواء هذا الهواء يعني ما اعترض شوي للجنوب الأيام الأولى اللي في كان الهواء قوي بعض الطيور اللي جابتهم اللي خذ يسار وارتفع وعود نزل هذا عود شنه دابر كسر صار أسرع يعني صار أسرع بالطبيع اليوم ما بهواء عشان يأثر على الطيور تسمح لي بخاتم نبيه حمد وزامل وخليفة ومبارك إذا ما ركزتوا في الحلقة الناس ما رح تستمتع تكلمنا؟ في الواحد قاعد على تلفونك ما علي تكلم؟ ما عليش بيه خلص تخلك ركز معاه تكمن؟ تناقشة تناقشة تناقشت؟ لا والله معاه أنا أول شيء تفرق أول شيء في أخواني احنا تكلمنا وتكلمت وتكلمون الجميع كلنا نقال راية لكن الهواء قدامكم بيّن العلم قدامكم ولا يخطي عيونكم عيدوا اللغطة ولا يجى الدليل أبطل ما عقبه لا شفت الدليل شفت العلم هذا العلم عطتنا العلم عرفت ما يعني خلاص تنتهي العملية نقعد إحنا لأن أنتو المشكلة مثل ما أقول لكم يا إخواني أنتو ما حضرتوا نحن نتكلم ما عليك قل لا إلى أهل الله خلنتكلم إحنا حاضرين وموجودين عرفت؟ وحاسين وشايفين طريقة الهواء وين كان وكم سرعة الهواء موجودين والسرعة ما شاء الله في الغناة كل ساعة حطوا لك سرعة الهواء والتجاه الريح نحن نحن نتكلم عبدالعزيز العلي طرش رسالة يقول لي يا إخي أنا طيري يقول الأول والثالث وساعدنا الهواء ساعد الهواء إحنا شنقول إحنا ما قلنا ساعد الهواء واليوم للتيامات ساعد الهواء أنه هواء دوق زين هذا الكلام بخاتم بخاتم السؤال ساعده ساعد أنه يكون أول ولا ساعد أنه يتيم الطير لأنه هناك فرق نفس الشيء يعني وش شو خليفة ساعد لي ما أخصير الأول لا معلمة خلي قفض الكلام أنه أصلا الطير الذي أخذ أفضل تيم هو أصلا بطل في بطولتين يعني من الطميع أنه يسبق الطير الذي هو إياه ويخيّم الذي أخذ الأول الآن في الجرح طير مانسبك أعطونا إياه يا جماعة خلنا نشوف الأول في الجرح خليفة إذا الهواء يحسن الهواء ما عليش إذا الهواء تغيّر على الهواء ما طلعته بطال ها طلال ما أخذ الأول في الجرح أعطونا إياه أعطونا إياه لأن الطير مانسبك نقول إياه خليفة بالربيعة بالربيعة يقول أنه يعني التيم اللي جاء تيم قوي في الجيرات هل هو تيم قوي في الجيرات اللي جاء 21 21 قوي هو جير تبع أو جير شاهد 18 قوي 18 قوي 18 قوي 18 قوي هل هو رغم عجيب بخاتم بخاتم يا الربع والله ما يسمعونكم الناس والله والله ما يسمعونكم 20 ألف واحد يتكلم محمد بس واحد يتكلم محمد جير التبع اللي هدى عبدالعزيز وكلنا كنا موجودين وشوفناه لا راح يمي ولا راح يساب راح سيدة راح يساب راح شفناه ردوا شوفوا طيب ما شو شاعد الهوا نعم موجودة هل نظر الضامل لا سمحت بفهد رض النظر عن الثامل اللي ذكره بخاتم إنها جاب 18 الثمانة عشر هذا موجود بالجيرة هوا مو هوا الجير الشاهين اللي الوافي جابه تبع الجير جاب 17 الجير الوافي جاب 17 الكلام مو على الهوا الهوى في الستة وعشرين ساعد للجيرة وهوى السبعة ساعد يرانيس الحرار اليوم الاثنين مثل ما قال الحمد الرسالة الوصلتها الهوى ساعد لول سواء كان جير وافي ولا جير تبع عامل الهوى ينفع وعندما يجي هو المنصة يقول الهوى اليوم لأمانيهات انزاد الهوى يمكن زين له لصال حتى وزنه كبير شوية وفاهد تقول سبع تعش وثمان تعش عادي بالنسبة للجيرات اي نعم عادي يعني اذا مناحر الهوى لا 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 ما تكلم عن الهوى انا تكلمت التوقيت انا تكلمت تيم الثمان تعش بالنسبة للسباقات للجيرة متعارف عليه يعني ثمان تعش مناحر بيجيبها انا ما قلت مناحر ولا دابر انا قلت لك للجيرة بس المسابقات ايش ما كان الهوى بفاهد احنا كلامنا انتكلم ان الهوى والبطل اللي فاز اللي متأهل قال اني انا ساعدني الهوى غانم يقول لا طيره راح سيده زين هم اللي يقولون ساعدني انا سنك سؤال الحين لما يقول لك فلان عنده جير جايب سبع تاعش جير شاهين او تبق بتقول لا اول سؤال شنه الهوى بيقول لك عشرين شمال عشرين شمال مناحر يتكلم الريال والله العديم يتكلم ممتاز تشتري طير جير قال لك راعيم تيم معاي سبع تاعش بتقول لا اول سؤال مهم كم جايب الهوى بيقول لك عشرين مناحر طير طيب هذا موقف اذا سبع تاعش والهوى عشرين مناحر موقف بس لما تسولف في اهل المسابقات للتجارة وتقول يا جماعة جير شاهين جايب ثمانتعش مثل المركز الاول هذا اعتقد ان الثمانتعش بالتجارة بالمسابقات يعني غير مستغرضة ارجع على عامل الهوى انا ما تكلم على شقوة الهوى اتجاهها وين هذا قال لك عبدالعزيز العلي طيب ثمانتعش ارتفع طيرة اعتقد اعتقد ابو سعد قال انه طلع ستارت ومسار على طول نحن قال قال عبدالعزيز ان الهوى ساعدنا بس انا ويا انا محور قال الهوى ساعدنا طيب الكلام الاخير عندك وخاتم اشان بس انا ويا واحد من الاخوان وذي الخبرة يعني من يومين قال يا علي انتم ما تحطون لنا في النتائج العشرة رغم الطير في الكشف قلت ليه ما نتائي نحط لك رغم الكشف في الكشف يعني رغم الطير في الكشف يعني انهدى والواحد ولا في النص والاخر واحد قال لا في حركة بيع وشرك في العملية والهوى متقلب من مكان ل مكان لما اشوف رغمه هنا مثلا انهدى اول رغم واحد مثلا دوق يبيض تحليل وشاب رغم قوي بس الثاني طيب بس انهدى مثلا اخر الكشف وهذا فيه فهذا للعلم بس عشان يبني تحليل اهو بابو خاتم والله يبيض وجيه فحطينا احنا حل لهو بناء على كلامه هذا حطينا الحين في الرزنامة مثل ما تشوف النتائج وكل طير كم رغمها كم رغمها في الكشف كم الرغم وعلى غنات الكاس ظاهر حتى درجة الحرارة والهوى المنور احيانا نحطوط على الشاشة يفرط هو الواحد بالتيم طيب حقب يتقير الهوى وحقب خلاص هو راح بالشوت طيب 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 تعليق الله خير بسعد والله انا باختصار بس نوسنا انا بالنسبة للهوى مهوى هذي اللي قاله ان احترم عبدالعزيز بكلامه لكن انا اشوف ان الهوى عامل مؤثر جدا سواء على الجيل ولا الوحش صحيح نفرقت تفرق طيب وما اعتقد انه في الهوى سبع وعشرين سرعة الهوى وتقول ساعدني ماعد شنون نحنش في الطيرة راح سيدة باختصار بسعود ما عندي شيء نعمل انا اقول لا انا ما عندي شيء يقول انا عندي نقطة انا اقول ان الحامل اللي هو مهم سواء دابر ولا مناحر او مشايز كل مسابق او لهادور كل فئة ايه لكل فئة لهادور ولكن اذا كان الله عنك ابليس اذا كان على توقيتات والجوال الجوال السمح ابليس والجوال حنا تحمل السمح والله يمكن ام يتكلم ام يتكلم يا رجل بكلمت بكلمت سمها بعد شوية اعذر من قرأي لا يطيح السعب العالم طبعا احنا نذكر الشوهين جابه ثمانتعش اول تلعام طير العمدة جابه ثمانتعش الجارة السنة الجارة شوهين اذا كان الهواء دابر تجي توصل حتى خمسة عش صح مش معنات اني انا انا اقوي من الجير حتى في نفس الظرف لو انهديت الحر رح اكسنه ثمانتعش هذا قصدي اذا كان الهواء دابر قطر لها شي اسمه لها تيم اذا كان مناحر لها تيم اذا مشايز لها تيم بس انا اتوقع ان عامل الهواء هو العامل الرئيشي نذكر السادة المشاهدين ان العشرة المتاهرين في هذه المسابقة مسابقة الدعو شوفونا مع الهواء هذا هو الخمسة الأول محمد القمرة الثاني ناصر بن عيمي والثالث فريق تيوتا والرابع ناصر بن عيمي والخامس فريق تيوتا والفريق السادس والمتاهل السادس هلال المهندي والمتاهل السابع فريق تيوتا والمتاهل الثامن محمد النابت والمتاهل التاسع فيصل الجبر النعيمي والمتاهل العاشر والأخير في هذه الفئة فيصل خالد راشد الجبر النعيمي دقيقة أبا محمد شوف شوف العصاص الفاصل لا النظام الذي يقعد على التلفون الذي يركز في التلفون لا سأسأله ويسمح لي فاصل ومن ثم نرجع للفترة المسائية ونتكلم عن مسابقة الإثارة والتحدي والأكشن مع لا يوجد ولم ينجح أحد المسطن موسيقى موسيقى أهلاً بكم مشاهدي الكرام رجعنا لكم بعد الفاصل على أساس ندخل في الأجواء على طول نروح مع أخونا جابر لخن ويطلعنا بالأجواء والمنافسات التي صارت في الفترة المسائية من هذه المسابقة ومسابقة هذا التحدي موسيقى يهلاً ومسهلاً فيكم مشاهديين ومتابعين برنامج العنة ما زلنا متوصلين معاكم في الفترة المسائية من بطولة هذا التحدي هذا التحدي الكبير اللي بينع بيت فخره وهل الشواهين خلونا نروح نشوف هل الشواهين علومهم تجهيزاتهم لهذا اليوم موسيقى موسيقى تساك الله بالخير تساك الله بالنور والسعادة مرحمة الشيخ الله يحييكم وفخره ومتعب هذا الشواهين لأن أخوهم أنا هم متعبهم هذا منافسة وطير أنا دايماً أقول طير وحمامة طير وحمامة والله يوفق اللي بيشد حيلة الله بيوفمه وإذا نشاد حيلة بدأ الله بيوفقني إن شاء الله بإذن الله موسيقى يتوقع أن حد يصيد اليوم؟ والله اليوم يعني فيه حاطف روخ صراحة 2016 وتوقع والله وأنا قول لي اتمنى أقول لك أتمنى لا محد يصيد لكن توقع يمكن والله إن شاء الله ما يندر صراحة ما قدر أقول إن شاء الله لأن غفق يصيدون المجموعة لليوم مجموعة نارية متكلمين عليها من كم يوم والله ما داريت إلا منك والله ما داريت إلا منك والله صراحة والله يوفقك منشوفهم اليوم ببينونا العين إن شاء الله موسيقى سعيد مساك الله بالخير الله يمسيك بالنور والسرور يا مرحب ومسهل اليوم مجموعة نارية إن شاء الله مجموعة نارية إن شاء الله أنهم بنومسونكم بحل الله وطاك حمام اليوم حمام ومعبيرية أنا قلتلك لو يجيبوا معبيرية في رأسها سنصيد اليوم ونصيد إن شاء الله كم التوقع؟ أتوقع ثمتين إلى ثلاثة إن شاء الله من ترشح؟ أرشح فريقة يوتر كفو وإن شاء الله فيه طيور بعد أخرى أرشح الطير رغم خمسة وطير رغم أربعة طالهم أننا مؤسك طيرنا إن شاء الله رغم أطنعاش وفيه طيور قوية إن شاء الله بعد بعضها والله ما يحضرني لأنه جيثني كذا محمد مصالح القمر عنده طير بعد لكن لا لا محمد مصالح الظاهر فيه طيره الطيره تاريخ خمسة عشر فيه طيور إن شاء الله إن شاء الله هنا أخوان نبي يجملوننا اليوم وهم دائما يجملون علومنا والله طير رغم اثنين وسمينا الله يسلمك عبيد بحب أن في عبيد فخرو ونطلبنا الله التوفيق وخلص وبيصيد حمامة فخرو بإذن الله بإذن الله اليوم ترى القائمة قوية جدا والحمام قوي بعيد صحيح الحمام قوى بيكون لكم كلمة إن شاء الله بإذن الله وبتشوف خلي الكامرق ريب بإذن الله بإذن الله مو بس عندي عندي ربيع وإخواني حال الشواهين الساك الله بخير مارحبا الساك الله بالنور توقعاتك في جهازاتك اليوم توقعاتنا إن شاء الله ننوسها الشوهين بإذن الله مش مجهز لها والله مجهزيها شمطن غازي شبي سوي سوي خبر شاء الله تابحكم ارتاح علومك وعلوم طيري علوم طيري إن شاء الله بتسرق علومها شمجهز لعبيت إن شاء الله إن شاء الله مجهزين طير لإصلاح حق همام شف شو اسم الطير اسمه غريب شو اسمه غريب خيرنا إن شاء الله أنك راح تستمتع بهدده واسمه تمتع الطير نعم شو يسوي تمثل بدنا الله صايد يخلي هل شوهين يستمتعون نعم إن شاء الله راح تستمتع اليوم وهل شوهين كلهم بيستمتعون هذا بفخره بفخرهم هم سهل نحنا بعد مو بسهلين هل شوهين هم سهلين ثلاثة أيام ما أخذتم من حمامة ولا ريشة اليوم إن شاء الله اليوم صايدين اسم الحمامة اسمه ركية سدونها من دون ركية معناها قرنوس أكون صايدينها بعد علومكم وعلوم طيركم طيب يا بشرك جايين جاهزين وتوفيق أند الله سبحانه شو بتسمو اليوم إن شاء الله نعطيكم عرض والطير عليك انشحات قوية طير جاهز جاهز يا بشرك عليها عذر لا والله ما عليها عذر ساكر الله بالخير ساكر الله بالنور علومكم وعلوم طيركم اليوم طيب جاهز جاهز بصيد حمامة فاخرو بتحدى فاخرو اليوم كافو بصيد حمامتها ايه بعشيه إياها كافو شو اسم الطير طهران طهران والحمامة الزبارة بتصيدوها إن شاء الله في المنصة إن شاء الله بيعلق ولا بيزبن لا بيعلق كافو وش تقول للجماهير اللي ينطرونكم برا اللي ينطرون مشاركتكم وينطرون هجاتكم إن شاء الله يمشروا مساعد يمشروا مساعد والخير أما الآن مع أصغر المتشبغي لهذا المساء الشيخ الثاني بن عبد الله الثاني بن حمد الثاني والطير هذا جاية عليها طلب من النقل والتعليق والتعليق ومعنتي تغطية من أجربيجان جاية تصفية أجربيجان يوزيني على الأطير يوزيني يا طهران طهران يا طهران يا الله يوزيني يا أجربي ايه يا طهران موسيقى احنا كل يوم منتظرين هالشواهين بوعودهم بتوقعاتهم وكل يوم نقول بكرة وكل يوم نقول بكرة ظهرنا هالشواهين انا الله العالم مثل منتخب عمان صبروا وصبروا وصبروا واخر شيء تفعلوا ولا شد بشيولك يا بخاتم والله يا اخوي احنا نسينا نهني اخواننا هالأمان مبروكين والف مبروك لهم فوز بكاس الخليج هالشواهين اعتقد يا اخوي طلال مشكلتهم مشكلة وحيدة اي اي هذا وش مشكلة الوحيدة مشكلة ان فريق تيوتا في الكشوفات كلها لا بشرك بكرة ما لا شيء تيوتا والله لو يشغدون بكرة من يقولون السابل هذه يشغد تثبت عليك والله تثبت لا ما بصيدي لاتبه فخروا ما عليهم فريق تيوتا ولا عليهم مني والله اعتقد قتل ما قلتلك أنا الصيد يعني توقعه من بكرة ورايح من بكرة نعم ورايح اشمع على ابو خاتم بكرة مثلا الافوة اي ليش ليش طال الامر كول اليوم هو بغى يدخل دخلة جديدة بفروخ ممكن سيف لا خبرة طويلة هو يدري بهالشي فانصدم هو صدمة كبيرة الصدمة ذي سويت ردة فعل عندها عبيت ردة قوية طلع يعني ما في جوع بوتا اللي مخليهم كل اليوم لخير او لليوم تخبر هو اهم ما عنده تخبر تأهل اليوم لخير فظهر لي عنده كله اعتقد انها الحين دار من بكرة او بعد بكرة بيبدأ الحمام اللي انطرد هذا بيرد ينعاد وبتبدأ يعني اللي تعني ان بكرة بيهد عزبة الواكرة نهد من الفروخ الفروخ هشلة من القرانيس اي شي طبيعي طبيعي اي نعم ونهد من حمامه اللي هده بعد قده تعب عرفت شنون بغى دي فيها يعني والاستعداد استعداد الرابع ممكن يعني استعدادهم الطور يعني اغلبها تخبر انشارت مثل ما قاله والرابع في البداية انشارت متوخرة شوي لكن اللي بيجونك من النص وطالع هم اللي بيكون طيورهم قدها ما اخذه يعني واصلة القمة اي شو تقولي دكتور نعم والله بخاتم الظاهر هو الكلام لنسب اذا عاد وهد الحمام المهدود هذا بينصاد بينصاد بعضا بينصاد اربع حلقات تقولي نفس الكلام لا 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 لأن الحمام بيكون تأبان اربع حلقات اربع ثيام ما تعب الحمام لا انا غسل يعني نفس كلام بخاتم اذا بعيد يهد الحمام اللي ينهد من قبل بس اعتقد ان عاده عادة لا لا ما يقدر عيده لا ما يقدر عيده حمام واجد يا ربا يتكلم واذا عنده حمام واجد صعبه ها بس ايد هو بالخمس عيد حمامه بس سعر يومين يعيد يعني من خمس 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 وعنده ممكن ثلاث يوميا يهدهم يعني صوبر صوبر ما بيكلام تتفق مع الشباب على انه من بكرة بيبلش الممم بكرة هو صنقايلي كلمة يقول دام الكاش فيه تيوتا بعد ذلك طب تحامل والله يقول دام الكاش فيه تيوتا يقول بيقد يعايرني سنة سنة يقول بيقد يعايرني يقول بسيط بسيط يقول بسيط بس ما عليك يعني كروتا كلها الهين في الصحة يعني عندها بكرة اللي بعدها يمكن بكرة تيوتا في الكاش لا بكرة تيوتا في الكاش لا تيوتا من في الكاش هو فرحة مادرة مسكين لا يبتعب حمامة اللي في المدارية خليه تعب ايه والله يتابع الحلقة معناك من سيف حطوا الكاشف حطوا الكاشف لا يأتشوف كل يوم يسال كل مرقب يقول الكاش فيه ولا ممكن والله أنا صغر ملعب الله ما يغتر الشيء بسيط أبيك أربعة أيام والله شوف لم ينجح أحد أنا رجال ما أحط عليها ثريبة إذا استمر الوضع الحمام نفسه ما راح يسدونها لشوهين إليه اليوم الأخير إليه نهاية المهرجات أنا قلت لك ببداي في أول حلقة قلت لك أنه راح يكون العدد بسيطة عدة أسباب تكلمنا عنها من ضمنها عدم التجهيزات المتسرعة ومشترة تور الأخير فتجهيزات السنة عندنا مهمة في كل سنة هذا عامل مهم جدا ثانيا الربع يقولون يمكن الطيور اللي بيجي بعد عشر تيام يمكن هذي بتكون الطيور هي أجهز من الطيور اللي تفك الحي فيمكن يكون حظها أوفر ولكن إذا حتى لو جات الطيور الطيبة واستمر الحمام هذا نفس ما هو عليه ما راح حد يصيد نهائيا فأتمنى من اللجنة تخفي شوي وبعد بساعد نتخفي شوي فعلى شنو توقعت أنا أتوقع سألوني أنا أتوقع ما تبيني أتوقع لا شونا دايما دايما نتحبط المشاهدين وبالتحديد اللي هم بشكل خاص اللي هم الأهل خلي شوهي أنا أقول لك ليش أنا محبط أنا أقول رجائي اللي تحدون لا يطلبون لا يطلبون الرحمة هاي 454 فضع الله يهديه إن شاء الله اللي يتحدى لا يقول خف علي أما الرجال تزامط أما الرجال توخر أشكرك لا أنا عندي رد بسيط على الغان أسلم أول حاجة يا أبو سعد المقاش الشهين مع الزاجل هذا قير 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 صحيح هذا واحد مضبوط مثل الرجال اللي يقنص مع الرياجيل وعنده حر ومعه شهين رأي الشهين اللي يخالي على الحرار وقنص معهم ما قال الشهين فضل على الحر صح ولا لا خلقه إلهية يا أخي لكن اللي له فضل الحر لم يخالي على الشهين نعم فراح الطير المسقور إذا صاد حمام الزاجل في له فخر أنا ما صاد ما لفخر الزاجل ما لفخر نراح عليه هذه نقطة اللي ما يتفق معاه ممكن يقول هذه نقطة النقطة الثانية نفد خشمك هذه مسابقة إلا كثر الصد فيها استنسوا العالم ومبسطوا نحن نبي العالم يستنسون يمبسطوا طيب مساعد السلامتك تيش كلام بسعود في محلة نحن تكلمنا الكلام اللي قاله هذه قلناه من أول حلقة وإذا تذكرون كلامي أنا قلت إذا هو يبينا نزامطة إحنا نزامطة بفروق شوهين يجيبنا فروق حمام الحمام ما تكون فرق ما تكون قرناش خبرون خبري خليفة 2016 يقول لك فرق أنا أقول لك أنا أرد على مبارك أنا مش ضد أهل شوهين تعرفني مبارك أنا رائعي شاهين صحيح وأحب الشاهين لكن أنا أقول الرجال اللي بي زامط لا يقول أنا أخفو عليه كده أذنه يا حمد أما يدش وداح من ريال أما يقول لك يخفو علي أما تعالوا والله خفو علينا عطونا فروق عطنا مدشين وكان من أول قبل أن تسجل قلت لا يا جماعة إذا بيهدع بيت فخر وقرناش أنا مبهد طلال أنا أتوقع الخمس مئة مالتو اليوم اصرفوها على الخمسة أيام بي باقي يومين أنا قيل لك خلصت الخمسة أيام الواعد باتر بصح راحت الخمس مئة باتر خمس بكرة على أيام صرت خمسة أيام فأتوقع بكرة إن شاء الله أبو محمد يعني الشباب اللي موجودين أكثر مني خبرة في الشاهي ما في مقارنة سرعتها بسرعة الزاجل هذه منتهين منها أعتقد لكن عامل التوفيق من الله سبحانه وتعالى ما في مقارنة ما في مقارنة بالسرعة الزاجل أسرع نعم الزاجل أسرع لا لا الشاهين أسرع منها الشاهين أسرع نزول يمكن لا لا أسرع منها في الطبيعة أسرع منها لا 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 أوقف لا تجيب طبيعة أنا كلمة مصقور المصقور صحيح مصقور أطيب شاهين مصقور صحيح ما يتقارنة مع زاجل بالسرعة شو يصي دعين صيدة توفيق العام الأكبر قلت توفيق من الله سبحانه ما تقولون توفيق لصادها تقول لا لا نقول توفيق شبوك صحيح تقول سبوك شبوك شبوك صاد الزاجل ساعد يا هواء ساعد يا هواء الحمان أختلت الشاهين السبوك عندما يصيد الحمامة لاحظ في كل الصيدات الحمام في مسابقات مربي كلها لاحظ عامل التوفيق الأكبر سبحانه من الله سبحانه وتعالى الحوى له دور ضياع الحمامة عن اليمة له دور صملة الشاهين له دور تضيق على الزاجل السريع أنه يضيع اليمة وإنه رايح من هنا جاي وشاهين اللي يعلق الزاجل اللي يعلق هذا نادر نادري ما تقول سبوك ما تقول سبوك النادر غير والشاهين الباقي غير علي أنا بأعطيك من باب تجربة من باب تجربة كل شاهين ينصاد دام تعدلت كل شاهين ينصاد بعد سبعين سهيل هذا يعتبره كأنقرناص الطير طاير وفيه عضل ومستعد يصيد الزاجل بس الشاهين الوافي اللي يكون فيه روز عقب سبعين سهيل يعني بعاشرة أحدى عش إذا جهست صح وما لعب فيه الملوع شاهين برد يعني عقب سبعين سهيل هذا كله بشيبان صحيح نقوم بشيبان لنعرف صدقني بالله هذا بسهولة صيد تلت بس لو تكرمت دكتور يعني فيه مشاهد عام وفيه مشاهد خاص حلو؟ نتفق ما علي نتفق يعني نحن ننشر ثقافة الطيار برنامج اللي لدينا حاولنا أن نحن يوصل هذا الموروث إلى أبعد شخص على هذا العام والله بعد بخاتم منساس على طيور وإحنا طموحنا وأظن أبو ناصر نحن نطمح وأعتقد أنه وصلنا نوعا ما يمكن الشباب يعرفونه والمشاهدين يعرفون نحن وصلنا للمشاهد العام لدي ما لدي شكل في هذا الموروث صحيح وإحنا هدفنا أن نحن نوصل لأكبر قاعدة حين أنت تفضلت تكلمت عن سبعين سهيل نعم وضح عادي وش سبعين سهيل سبعين سهيل هو دخول سهيل شهر سهيل بيكون بعضهم يدخله في 24 بعضهم يدخله في 28 أوغست يحسب من هنا الله يسلمك تقريبا بيصادفه يمكن 10 أو 11 بعضهم يدخله في 10 أو 11 70 من 24 أو 9 حسب 70 يوم صحيح من 24 أو 9 28 28 عفوا حسب 70 يوم حسب 70 أنا أعتقد أنها أمية نحن نقول أمية أنا اللي عارفها أمية أمية يوم ببعنا يعلمون الشاهين عقب ومية يعتبر مثل قرناس الهواء طابعة عقب ومية سهيل طابعة مثل طابعة قرناس الهواء طيب خلي كمل بس بو ناصر اسلم أنا أيد بو ناصر وأنا مع بو ناصر من باب الخبرة اللي أنا عارفته من الشيبان نفسه إن معاملة هذا يقول لك ذيب في صرخ شاه يعني طبعة طبع قرناس الهواء وتحذر منه ولي فرعت بيتي وفي دائما هذا هو يطالعك وتلقى فيه يعني صعب شوي صعب 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 مثل الفرخ أول وقت دايش صعب حذر لأنه كأطبع أطبع قرناس هوا بس الريشة ريشة فرخ بعضهم يك شوي محروم بعضهم ريشة داقنة تصير لكن فيه عضل وفيه روس وفيه خبرة في اللقف ويعرف يعدل ويوزن حق سيته وين ما راحت يعني صراحة أنا دائما يعني أنصح اللي مثلا يبون حق يدخلون حق المسابقة دي أنه دائما يتريث حق الطير اللي عنده خبرة أشكرك طلال طلال من يوقف الصغار الشيبان أتأكيد الكلام بناصر يقول لك عليك في الشهين اللي هو من ستين وسبعين سهل هذا الشهين نعم اللي مثل ما قال بناصر أنه عندك ابتلك من الخبرة والطيران والطريقة في الحوق في الطرد أكثر من الشهين اللي مثلا العالم تشتريه في أول عشرة يختلف عن الشهين اللي هو قد قطع بسافات طيب نرجع للمسابقة فضل الطير اللي اخترته طير رغم عشرة لا ولا ثلاثة 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 طير والله نسيت اسمه بس فهد رغم أربعة أربعة لا اللي اختار علي أربعة لا ثلاثة أعتقد ثلاثة أنا متأكد أنه أربعة من اللي اختارت ثلاثة عشرة أنا مرحب من اللي اختار ثلاثة مع علي أنا اخترت مع علي ولا بثلاثة أنا اخترت عشرة نشوف الطير رغم ثلاثة مع التعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سرح ان ترجمة نانسي قنقر هدد هذا؟ طير بشارب؟ اللي اختاره علي ما طرد الطرد المطلوب منه صراحة عليه ترشيحات قوية من ربع وفيه خلة الطير اليوم ليش اخترتها؟ انا اخترت طال عمرك على الترشيحات ولا ترشيحات جاتنا عليك اعتقد ان الطير مصاد فعوق مازلنت ما شفت هدد؟ لا لا ما شفت انا شفت الهدد اليوم بالمنصة موجود وشفته الحين واعتقد ان الطير هذا علومه قبل امس او امس كانت جدا علي ترشيحات ما اختلفنا انت حين اخترت الطير ليش؟ اخترت ان اخترت الهدد الذي كانت ترشيحات عليك قوية انت ما شفت اليوم؟ شفت ايه خلاص كيف؟ ايه بس بشوف ترشيحات الناس ليش طلبت انت؟ لا توافق لحظة الشباب يختارون دايما الهدد القوي الطيور التويع لا لا انا ما اخترته لترشيحات الناس التي وصلتني على الطير هذا بس وشفت فيه الكاس فايف ايه بس ما اشفت الكاس فايف؟ لا انا بالمنصة ها؟ بالمنصة موجود يعني ايه يعني شفت الطير وبعدها بتعيده؟ ناصب اخي فرح على سبيل الاغناع هذه سجل ما يطلب مراثاني ها؟ عقاب عقاب بكرة ايه من الاختار بعد رقم عشرة زامل عشرة اخترت عشرة من الاختار عشرة بعد حمد زامل هو نفس الطير من الاختار عشرة ها؟ طير علي بناء الله ايه اختار عشرة اول واحد اختارها اول واحد اخترتها بس فيه طير رقم 4 طير اللي اسمه غريب بعد بس زامل رشح امس انا اخي صح اخي انت اخترتها اليوم ايه و زامل اختارها اليوم بس زامل رشح قلت انا اخترتها صح؟ لكن شو ما يحرفون اخترت اليوم بعد الهدد ايه اخترت بس زامل رشح امس كافو ازامل حال طيب اوك اقول لك ماذا المشكلة انا اقول لك اللي انتم متشاركين به اخترت اليوم زامل اختاره يبي يسوي شيء كلنا لدينا اخترنا رقم 10 لا قلت انا اخترتها اليوم قلت لها اللي انتهاء حق حمد الجميل اختار و زامل اختار ايه و غانم اختار و خليفة اختار انا اخترت اول واحد اختارها هنا كلنا اخترتنا رقم 10 ارجع للقرب اليوم بالترشيح اول واحد اخترت لا 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 اختار مثبتنا شوف الطيس نشوف الهدد مع الصوت نسمع الصوت موسيقى 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 اللي الليهدتوا عجبتني الطير هذا اليوم تعالى كان طيب الطير مني أطلع الليهن أخبنا طيب لكن نرجع ونقول أنه الحمام قوي واجد يعني المثل الطير هاله حرام أنه يفرش قوي واجد ولا صعب لا ولا صعب صعب ايه والله بربعة قلنا على كلام بسياد الطير أخفوه الطير يطريد لا صعب في الطير وأنا أقول الطير ما اسم الحمامة ما أعلم ما أعلم ما عارف اسم الطير الحمامة اسمها بحقش أنا بالإخلاق الطير هذا ما نهد لحمام واجد وضاخرينه على المرمي وأهل اسمه اسمه وكان الجمهور جاي معاه كله جاي جمهور ومتأملين في الطير يعني كلهم جايين متأملين في الطير ان الطير هذا والطير اعتقد ان الطيور صدق صادت حمام وزبنت لكننا نشوف جناح الطير هذا جناح الطير يعني صامر تعال اطاري الجمهور حمد اخ جاي موين اي والله ما شفناه السلم لا لا عنده علمه عنده عنده خاطر حمد اعتقد انه في المهرجان اليوم اليوم المهرجان ما شفناه موجود اه بس الجمهور ان اسمع بها سنة خبر مكنه هو اوضاع عنده موزينه مو مضبطة الطيور عنده مكنه مو على كلام خليفة اطاري الجمهور يوم شارك يوم لحد عنده طير مبارك انت بتسمع بيت لا بيتجاهز لهم بس على فكرة حمام اللي نهد اليوم طرال كله رجع كله كل الحمام هذا والله ليه ممضيع خمس و اليوم الحمام يلا هاد لا رايح كده في عزبتان انا عتبو نصيد طيب وش الطيور بعد اللي اخترتوها رغم 25 من اختارها انا اخترت طير 25 طير ابراهيم اللي اخترتوه وفيها المعبادي بن علي بن ابراهيم انا اخترت 25 من اختارها حد اخترت 25 مع حمد طيب تشوف الهدد هدد الطير 25 مع التعليق أما الان مع المتسابق رغم 25 عبد الله بن سيد بن محمد الخيارين الهاجري والطير تمينا بارات بارات طبعا من اذربيجان وحضر معنا العام وحضر طير 25 وفاد وامشر بن ناموش عبدالله ذي سعيد ابشر بن ناموش بحيل الله وطعت يا بارات بارات ابشر بن ناموش يا بارات وقل يلا انتعينه اللهم صلي وسلم على محمد عبدالله انتعينه روح يا محمد روح بارات راحك بارات ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حاضر سيدي حاضر 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 سيدي حاضر اشتركوا في القناة 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 ارت دابر دابر تحقيقوا في القناة دابر الشاهيندة من يومين مستواه واحد الين بن Patricia هذا الله يسلمك الله يعلم أنه لا تعطي اثنين إلا هو صايد إلا هديه توجه فتحول الله يبارك لا يهني شكرك شكرك يا مخاطر الله يهني بي لا ترد اثنين لا ترد اثنين لا توقف مكامك الله يبارك الله يهني الله يهني بارك له الله يبارك لك شكرا إن شاء الله فيه طير اخترتوا شيء ولا خلاص هو آخر طير لا نعلم غريب شكرا هم بقاتب علم مسألة غريب يجهزونا إن شاء الله يجهزونا سوي حق طلال احنا التشويق طيب نتكلم عن موضوع أنتو هديته ويش اسمه بعد المسابقة وبعد المهرجان صحيح طير طير النعمة عندها جبلية يطيرونها بالطيارة لين تفضل بطارية ما شاء الله جبلية جاهزة نبغي نشوف مستوى حمام فخره اليوم طردتها مقدس سبعة كيلو ستة كيلو حفصنا على عزبة فرغة يوتا حفصنا على جبل مرمي ولا قربة حولة ولا شفنا الحمامة أصلاً اختفت و هو الواحد كان يطرد و دعبيد فخره جنبي يتعدانا قلت له ايش تبالك تطردت؟ قلت بغى أشوف بنت ليالي يسوى بنت ليالي قد هم أم عبارية ما صار إذا عندكم الهدد تكفوني الربيع نبغي نشوف ما كانت؟ الجمهور كلها يطرد مرمي كلها يطردونها و هي عادة اسملة صام الله طبيعي لكن نشوف الطير و نشوف الحمامة اختفت في شوي راحت ابنى الشمال ردتنا غرب ردتنا للمنصة روحت من المنصة للمرمي لفتانا للمرمي و قاس باي باي يعني مستغرب انت؟ يا أخوي جبلية يا أخوي أنا على الجبلية؟ أنا متوقع الجبلية تسوي خبري جبلية جبلية يعني سبقها معروف يعرفونها الرابع أنها أسبق من فرخ الشهين أتوقع سبقها فارط لكن تسوي ذا السواه بعد أسبق من شهين الجبلية؟ لا 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 للحمام يعني ممكن هي لا فرق الوزن حمد يقول ظنة يعني ظنيها أقول لك ظني أنا مابعت صقرت الجبلية ولا بعت شليتها على يدي لا يمكن تفرق بس هي أبو سلطان جبلية ماذا؟ هي جبلية ها؟ رافية عودة جبيرة أنا أقول لك شيء لو التبوع لو التبوع ممكن والجبليات مسموحة أنا أتوقع حمام فخر و نصة مصيود عشان كده أقول لك ناش أشوفها ناش ولا ما كانوا منعوه مسيرة بره عشان منتخب حمام اشتهلون بسعيد الحمام اللي يقولون أنا جاييني مسجر نحين يقول إن بسعيد عنده معلومات وش الحمام اللي بنهد بكرة خليك واضح مع الشباب وانت واضح لا تلبوا الدور إن شاء الله نحن واضحين منت لا تكسر عزوم أهل الشواهين أهل الشواهين مناحرين و إن شاء الله أنهم صادحين أصادحين أنا غير ماش معه معلش هل إعمان فايزين ويستاهلون يستاهلون جالهم بار جعله دون الله بكرة الحمام اللي بنهده ومعبيريه للمرات خاصة صوتك يا غوي طيب شكرا يا موحى وشكرا يا عيسى على المجهود واللقطة اللي جبتوها حق مخاتم وتخليتونا نشوف غريب نشوف غريب مع التعليم المتسابق رقم أربع محمد بن علي مخاتم بن محمد بن الشادي وطير اسمه غريب الحمامة اسمها يا أبو سلطان أبشر بالعشا يا الله ي Recebre يا الله انت رب يا الله انت línea انت Kumar يا الله انتór يا deinen محمد بن علي بن خاتم من محمد المحشاذي وغريب يا غريب يا الله امرأة يا انتطيق جاهد يدلين وسلطان انا من عندك يا الله يا الله امرأة ما عندك يا الله ابيعظة يضيره اللي قبل حدين يا الله يا ربي وانت ربي يا الله تعينه يا الله ما شاء الله ولا إله الله غريب يا غريب يا الله تعينه يا الله ما شاء الله ولا إله الله ما شاء الله ولا إله الله مشربنا أموت أمشربنا أموت أمو خاتب إن شاء الله يا الله تعينه يا الله يا هذه الدنيا ما شاء الله ولا إله الله كده على مستوى ربح 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 يا الله تعينه اللهم صلي وتعلم على محمد ما شاء الله ولا إله الله غريب يا غريب يا الله تعينه مني منك مني منك يا الله ما شاء الله ولا إله الله لحظة حامعة ماذا يقوم بك يا الله تعينا يا الله تكفة يا غريب حتى اليوم او الله لا معدي الاسم ان شاء الله عند الله في عيد ان شاء الله تعينا يا هلاتي ان شاء الله رايك رايح لدينا امتحان اليوم ان نتحان يوم لحث تكفة يا غريم مخادة خلكم ناحا يومخات خلكم ناحا اشتركوا في القناة بعد حظ نوفر عطنا القصة طبعا جناح الطير اخوان من خط الطير انا واحد من الجنحانه كنك تقول شاكله واحد من الجنحانه طبيعي كنا مشكول كنا مشكول ريشة ما يفرق ريشة ما يفرق ينفتح الطبيعي الطير يغادي فيه فتحة في فيه الطويلة والموس لا تغادي الجنح فيه فتحة ما يغادي ملموم كنا مشكول هذا واحد جنح مشكول واحد جنح كنا احنا كنا فيه ضربة في راس المنكب ولا فيه شيء فحصنا الطير شفناه شفناه مول كل شيء ما فيه ولا تقول مجبر هذا غريب وسمناه غريب على هذا ولا يأثر في الطيارة شوف الطير يطير ما شاء الله في قوته تقول جناح واحد مول ملموم سبحان الله من يمينه ولا من يشار اللي من يمينه طبعا هذا طير أولدي محمد بن علي بن خاتم كان ودنا أنه يتنومس اليوم وهو عنده امتحانات وأنا عرف الطير هذا الطير هذا استلمع علي واخذه من محمد علشان عنده امتحانات بعض المرات يدعى و بعض المرات ما يدعى واليوم والله هنا أداء طيب يعني هل طير رئيس المهرجة؟ طير رئيس المهرجة ما دريت أنه هو لكن قلك له آخر شيء خلكم ناحل طير محمد بن علي أقول لي قلت معلق محمد بن علي؟ من علي نعم ولدنا صح؟ نعم أنا أقول لك طير ولدنا لكن قلت طير رئيس المهرجان حين يا أخوي عنده امتحان قلت عنده امتحان وخذه ابوه من صح يا أبو خاتم؟ كلام شريم لكن قلت طير رئيس المهرجان أنا أخافر لكن الحمد لله كلامي واضح المتابعين يسمعوني والمشاهدين يخليك شريته يقولي طيب والله على هذا المسير مرحانين طيب فيه جوائز اليوم وزعته شايف المهرجان؟ نعم المحلات اللي مشاركة معانا قدمت جوائز الله يجزاهم خير نعم طيب كل جمعة نعم هذه المحلات تكلمني بخاتم تكلمني عن المحلات التي سوت اليوم طبعا اليوم مثل ما أقول لك جوائز المحلات كلها قدمت جوائز للجمهور وصار عليها السحب عقب انتهى المسابقة والله يبيضوا جيهم بخاتم تنتهمتنا نحن ما صورنا لا ما اتهمتكم والله يزاكم خير لكن ذكرتكم اللي ناسينا نحن ما نساك اليوم نسيناك؟ لا ما نسيت لكن ودي انها كان نسلط الضوء على الميدان الداخلي اللي هو هذا نعم يكون اللي يبي يحضر ولا يجي مرمي يعرف وش موجود يعني في داخل الداخل بس استهدنك القسم الإعلام الموجودين عندكم في الجمعية بس توصلوا مع الشباب عشان يقولون لهم عن المقال والشباب ان شاء الله مم قصرين هناك موجودين فريق في الدرنام وهذه يعني احنا شهادتنا مجروحة في اللجنة على رئيسة أخي علي بن خاتم لما تطلعون منظر الميدان منظر مرمي من فوق وتشوف التوزيع السنة غير توزيع توزيع الجوائز السيارات بزيادتها توزيع المحلات في اليوم السنة عز الله بأيض الله وجيهم شغل مرتب ترتيب حلو وليس هذا يعني شهادة لهم لأنهم فوق الظن فوق الهقوة هذا شيء بس لازم أذكره اللي تشوفوا التصوير من فوق من أروح ما يمكن لا بنتكلم عن جهود مستشفى سوق واقف اللي راحت وحطت في مرمي والمسيجات اللي يدسونها لنا في تصوير الدكتور قدام الله يبيض وجهه ما قصر مسيجات للصقاقير كلها يعلم حتى الصقاقير موجودة هناك كل الاختصاصات في مرمي موجودة يعني الرابع اللي حول مرمي يبي يفحص طيره الله يجاهم خير يعينا هناك مستشفى سوق واقف على الرسم الدكتور قدام الله يبيض وجهه بعد ممهب وعلاجات وخاصة شوين عملية همشة صحيح كل شيء كل شيء منبار وعمليات كل شيء بيوم الجمعة فاتحي ومسوين بعد متحف مصاحب للمستشفى للمستشفى سيد خوش متحف من الدكتور اللي احنا نفتخر أنه موجود عندنا استاهل يعني استاهل شهادة بحقه هذا رجل مجتهد نعم على كافة العصادة نعم مرور اليوم الله يجاهم خير بالتوعية أنا حذرت وشفت تقديم التوعية والنصاح للصغار السن الموجودين لأبطال الله يجاهم خير المرور المرور نعم هذا اللي لفت انتباهي اليوم وحرصهم على التوعية الأخواننا اللي جايين على الطريق من بعيد تنويها للضباب ما للضباب والصراحة يعني ما نناصيهم بالشكر وبيض الله وجيكم يا أبو خاتم على هالمهرجان الطيب وهالموقع الطيب اللي جملنا دائما يا أبو خاتم الله عزيزك خير شهادة مجروحة فيكم يا أبو خاتم والمرور بعد يقدمون جوائز على المعلومات هذه نعم ما قصروا الله يبيضوا جيه نشكرهم نحن على قضيان إن شاء الله ستبدأ معاكم الأسبوع القادم اليوم طبعا نحن قاعدين نشتغل الآن ونسلط الضوء على المهرجان أكثر وأكثر ومن ثم مثل ما قلت لكم سبع الجاي إن شاء الله نتكلم عن القضايا ونعود نرجع مثل ما كنا الجزء الأول عن المهرجان والجزء الثاني عن قضية خاصة الحياة البرية والفطرية والمقناص فاصل ومن ثم نرجع ونأخذ معاكم التوقعات في البرنامج اللي عندنا وأيضا التوقعات في مربي ترجمة نانسي قنقر وصلنا معاكم مشاهدي الكرام ومتواصلين معاكم أيضا وصلنا لنقطة التوقعات والترشيحات قبل لأخذ الترشيحات الرابع نروح للمهرجان صفخة مرمي تسهيلين ونسمع توقعات الربعناك والله توقعات البكرة إن شاء الله انصادوا اليوم أنا ثم نجوع ما أدري كيف أحد صاده أو ما أحد صاد ما أدري لكن انصادوا اليوم فإن شاء الله بكرة ثلاثة ثلاثة صيدين بذن واحد أحد شاء الله على مبخرة وصعبة؟ لا لا ما شي صعب على أفروق الشواهينة هبيبي غسل الكبود كم يوم هو معانا لكن إن شاء الله طارحينها طارحينها إن شاء الله يصيدون ماذا يصيدون؟ يصيدون حمام كم حمام؟ ثلاثة أربع إن شاء الله نطرح أنصادوا اليوم بصدون بكرة إن شاء الله ثلاثة أربع ترموه بحمام سوف هذا الحمام بفقره إن شاء الله في ناس للفقره وبعد جاهزين بفقره صعب ما بي شي اسمه صعب كلنا مجهز إن شاء الله تعب نفسياته يلا ربيكم بالعمل إن شاء الله توقعي إلى هدد بكرة الله يوفق على الشواهين والحمام من عقب أول يوم تحزم لهم باخرو ونقول هل الشواهين تحزموا والله الله سناثرت المسابقته بعيد المسابقته ريضة أو مشاركته يجهز طيلة جهيز طيب موسيقى إن شاء الله هل الشواهين هم استسلمين لعبيد عبيد إن شاء الله يجيب حمام بكرة حمام اليوم حمام اليوم تنرك عليه بس طيور وماش شديد المجموعة اليوم مجموعة نارية مجموعة نارية بس طيور هم تعمل هم هي بجهزة أنا موجهة نارية طيور هم هي بجهزة طيب توقع كم بكرة؟ لو صاد أو زبا واحد زين ناموس له توقعت الحدد بكرة كم واحد توقع أن يصيد؟ توقع أنها ثلاثة واثنين ما كانها صعبة على أبو فخرو؟ لا إن شاء الله هل الشواهين قدها؟ قدها موسيقى 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 بكرة إن شاء الله نتوقع ثلاثة واثنين ولا أظن إذا الحمام نفسه اليوم ما أظن حاجة يصيد يمكن يزبنون على الله التوفيق كلها توافق شفتم بفخرو صعب؟ والله هو موه له موه اليوم ومثان يوم رايح ما في حمدها الصلاحة منافسها بينه هو بين حمد الجميلة تساك الله بالخير مرحبا بسيك الله بالنورس توقعات كل هدد بكرة والله شوف اليوم كن فيه هوا دائما إن كان بكرة ما فيه هوا إن شاء الله إن شاء الله فيه صايدين إن شاء الله بس كم العدد أنا توقع فيه فخرو مهو بسهر بس كم يوم أحد صاد من حمامه لا إن شاء الله بكرة إن شاء الله إن شاء الله والله فيه طيور قوية وإن شاء الله بإذن الله توفيق من الله سبحانه وتعالى تعدل سواه بفخرو أربع أيام راحتة وثلاث أيام راحتة تدروا توقعوا معه والله يا أخوك شوف هو كل سنة دائما أنا قلت أن يفاجع بس ما تدري أهي على الحمامة وعلى الجو بيني بينك إذا فيه هوا قوي صعب لكن إن شاء الله بإذن الله بدرة قادرهم يصيدوا إن شاء الله فوانهم التوفيق توقع حديثة بكرة؟ إن شاء الله كم واحد توقع؟ ثنين ثلاثة يقدرون عليها هالشواهين؟ إن شاء الله إن شاء الله بدلنا ندوه بفخره صعب أو صعب؟ هو صعب عنده حمام قوي بس إن شاء الله هالشواهين بيجيبونه عندهم طيور قوية؟ إيه عنده إن شاء الله عندك ترشيح؟ إيه عنده ترشيح أخواني متى؟ إيه يوم واحد تجهر إن شاء الله إن شاء الله خمسة ديور خمسة ديور إن شاء الله واجدة على بفخره خمسة ديور لا ماهيب واجداء إن شاء الله وإحنا مجحزين إن شاء الله والطبع مجاحزين شكرا ترجمة نانسي قنقر شوفنا معاكم توقعات الرابع في المعارض جون قلت لي اترشح الطير رغم 2 وطالب جمهور الشواهين كلهم الحضور بكرة للطير رغم 2 وعلى مسؤوليته الشخصية إن شاء الله بس؟ 2 و 15 عمد صالح القمرة و 22 سلطان عايض بن سالم خجيم العدب حسب المتوفيقين زين 2 من ما معنى الطير الثانين؟ عبدالله محسن زايد العلم الخيارين ما معنى؟ ما معلماتك عن الطير؟ تعليق يعلقها تعليق؟ تعليق ما في تزمين بكرة من حق؟ لا لا من حق هل تقول علامة سؤوليتي؟ علامة سؤوليتي طير قوي هل تقول أنت علامة سؤوليتي؟ نعم ودعي جميع الصقائر يحب الشياني حظر يعلقها؟ إن شاء الله نعلقها تعليق أسمع نعلق تعليق لهمني أنا خمسين ألف آنم بيض الله ودعنا لهمني خمسين ألف آنم صابك يا أبو محسن لأنا وافق ببهد أنت والله ما تجوز مساء وهقوك والحين بعد رديت توهك لا لا أنا على كلامي يا جماعة الخير صلى على النبي صلى على النبي الوعد بكرة أحضر أحضر الوعد بكرة أنا أتدخل أنا سم أنا أسمى الله عدوك أعتقد أنه من حق الرجال صحيح صحيح أنا أشوف فريق أول مرة مهاجم ما هجمنا في هيتر أول مرة مهاجم رغي كله مهاجم بحلق الطيير لي مني أنا مني أنا لي يتبرع لحراع الطيير خمسين ألف طيب طوق المية ممكن يكمن بكرة بكرة ثنين إن شاء الله بكرة ثنين أو ثلاثة ثلاثة إن شاء الله يصيدون ثلاثة عبد الله بن بن حسن ومحمد بن صالح القمرة حسبي الله عليك يا مبارك يا العين ماذا؟ السلطان عائض سالم أخدام العد برغم ديما عشرين طيب باتل أنا غياب ما أنا حاضر مسؤول أنا في طير في الدعوة برشح في الدعوة في الدعوة في الدعوة في طير برشح طير أنا أعرف طير محمد بن جابر بن محمد بن جابر بن حمد بن جابر منخس تأهيل بكرة بكرة دعوة الطير هذا طيب أنا شايف الطير الطير طيب وطير حتى سيتأهل بذن الله سيكسر رغم بكرة في الدعوة طيب في الهدد ما في طير أبو محسن بكرة محطم الأرغام من هو بمحسن؟ طير أخي عبد الله بن محسن رغم كم؟ رغم أثنين أنا عندك معلومات يقول الطير هذا منكسر الأرغام بكرة سيكسر الأرغام بذن الله دعوة للجمهور أنا واحد من جمهور أبو محسن راحة الخمسين ألف هذا واحد وأنا معكم نعم يشتاهل أبو محسن والله يشتاهل خمسين ألف خمسين أول خمسين الطير الثاني يرغم ستة طير أولدي ناصب عبد الله بن ناصر الخليل وطير طيب إن شاء الله وأتوقع أن الله يوفقه الطير الثالث طير سلطان بن عيض بن سالم على الخجيم وطير هذا بعد طيب وعليه ترشيع قوة يعني ثلاثة مع ثلاثة أبو فاهد ثلاثة أبو سعيد كم 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 اللي بسدون بكرة كم اللي بسدون بكرة ثلاثة ثلاثة عطني الأسماء ثمانة عشر علي عبد الله الغانا أي وتسعة عشر طالب محمد المنخس ثلاثة وأربعة عشرين محمد عيسى بن ربيعة الكواري أبو الدكتور عندي رغم تسعة عشر طالب محمد بن طالب المنخس وعندي ثنين وعشرين عايض سلطة بن عايض بس ثنين أين ثنين بخاتر طال عمرك رغم خمسة أمرك يطول شاهين بن خالد بن شاهين الغانم كم اللي بسدون بكرة بعدهم لا أولا أقول لي كم اللي بسدون بكرة عطني راكم ثنين ثنين أطني ثنين شاهين بن خالد بن شاهين الغانم الطير اسمه بغداد رائي الطير مسكت العام اللي صاد مينة هذا بطل هذا بطل وهذا الاسم الثاني رغم ثمانطعش اللي رشحها بسعيد علي بن عبدالله بن علي الغانب المحاضي طيب لكن ما عرف اسم الطير لكن بعد جايتني يعني معلومات الحين عنا بشرب العش بشرب العش بسعيد لا أستلمك أول شيء حق ابو محسن أنا عند كلمتي على كلام ببو فهد نعلقها بطير قراصي ببنينة لا أقول لك إني عشان يكون الأمر واضح ببنينة أعرف أعكد أنا لا أستلم منك الجائزة أنا لا أستلم منك الجائزة أنا نعلقها يبشر لها بخمسين من عندي طيب وبعد يطل عمرك بالنسبة لبكرة ما حدي بصايد حسب يا الله نحن نتوقع نحن نروح على أثر الرابع الرقم الثنين ذي اللي سوى رجة نحن نروح على أثرهم نحن نروح على أثرهم ورقم الخمس اللي رشح ابو بخاتم نعم وعبدالله بمحمد الحميدي نعم والربع المناقصة غريبة هم ليحم مصادة وهم دائما سباقين في هلمور وإن شاء الله أننا بكرة هم مصايدين وإن شاء الله اللي بصدون ثنين ثنين إن شاء الله وربعة والله كم من اللي بصدون بكرة أعطني رقم رقم ألا رشح أول شيء أعطني رقم أقب رشح أقول أربع أعطني أربع أسماع عبدالعزيز بن إبراهيم إبراهيم شاهيم بن خالد الغانم وعلي بن عبدالله نعم محمد بن عيسى نعم بن عبدالله الربيع الكواري وعندنا الشيخ رعي الجوال انتبه محمد بن عبدالله بن سعود العبدالرحمن نعم والتوفيق عند الله مسعيد هذي أربع أعطيك العدد أعطني عدد كم بسدون بكرة بكرة كم بسدون بكرة بسدون خمسة خمسة نعم شافوا عبدالله بن حسن بن زايد العالم الخيرين عشانكم معاهم لا والله العظيم إنه جايتني الرسالة ما شفته إلا الحين عبدالله بن حسن عليه ترشيح قوي طيب وطير ناصر بن عبدالله بن ناصر الخليل الشهواني عليه ترشيح قوي 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 ضم صوتي مع أبو ناصر وفيه رجال ما صرح لكن أنا من يوم شفت اسمه ترى ما هو بجاي إلا بطير طيب اللي هو علي بن سعيد بن تويل المنخص اللي أربع سنين وهو يصيد معنا وجاب الطير وتجمل وإن شاء الله أن هذا الطير بيصيد والخامس لا هذا الحين واحد ثنين ثلاث هاي ثلاث بعد إثنين الرابع طالب بن محمد بن طالب بن نخص بعد وطير عيد سعيد مبارك قشاشي المندي حل الله وطعت أنت نمشون من الطير الله كري نحن نتمنى التوفيق إن شاء الله بكرة للمشاركين في الفترتين الفترة الصباحية والفترة المسائية الفترة الصباحية راح تكون الدعو بسير أضيف عليه شيء واحد إذا الهواء الجنوبية غربية ما حد بصي لا بكرة قرناس شيء ما حد بصي بكرة قرناس شيء لا أنا أقول لك إذا الهواء من جنوب غرب أنا أقول في محد بصي فارق خرار حر بارق خر فارق حر 92 بكرة فروخ الخرار إن شاء الله تأهلون منها عشرين اللي تأهلون منهاvie عشرين عشرين بكرة المسابقة في الفترة الصباحية مثل ما قاله الرابع الدعو مسابقة الدعو فروخ الخرار في الفترة الصباحية واللي بيتأهلون من هذه المسابقة هم عشرين ما قال باخاتن والفترة المسائية أنتوا على موعد مع مسابقة هذا التحدي المجموعة السادسة ومع بن زميرة وحل الشواهين الله يوفقهم بكرة وإن شاء الله أنه يغادون مثل المنتخب عمان اللهم أمين أريد أن أخوانا هل الدعو يجون يعني من بكرون لأن بكرة طيور واضح يعني يكونون سبع موجودين متاب يبتدي بخاتم يكونون موجودين سبع ثمان ثمان يبدونه ثمان تبدون ثمان تبدون يكونون رابعنا متواجدين كل يوم يبدون ثمان لكنها كان العدد أقل اليوم بكرة ثنين ونتسعين طيور يكونون سبع ونص يعني الرابع يكونون سبع موجودين أفضل وإذا ضباب يجي مستعجل وإذا ضباب بخاتم يشوف لي كل حدثة حديث لك الضباب يجون على ساعة ومرحبا مسهلا يضعون حزام لمان والحافظة طيب الله يجيك خير نذكركم نحن بكرة معاكم بنفس التوقيت الساعة ثمان ونص على الحواة مباشرة مع برنامجكم العنة على قناة الكاس 2 ولا تنسون أنكم تتابعون المنافسات المهرجان على قناة الكاس خمسة وعلى قناة الكاس أونلاين واللي ما شاف البرنامج اللي عادة الساعة 12 ونص اليوم بإذن الله تعالى على قناة الكاس أربعة وتنعاد بعد بكرة ولا ما تنعاد الشباب لا تنعاد لا تروحون بعيد شوفوا صور الرابع وذكرية تصبحنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر